اعتلى فريق آيكس أمستردام لائحة ترتيب الدوري الهولندي لكرة القدم بـ 68 نقطة إثر فوزه على مضيفه أيندهوفن بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين بكر الضيوف بالتسجيل في دقيقة ثانية من عمر المباراة عن طريق أركاديوز ملك فيما تمكن أنور الغازي من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والستين من زمن المباراة ليقضي على آمال أصحاب الأرض الذين حاولوا بشدة الوسائل العودة إلى المباراة من دون جدوى وبهذا الفوز قفز آيكس إلى صدار تاريكان المركز الثاني لأيندهوفن بـ 66 نقطة